اكثر من سبعين اعصارا ضربت الولايات الجنوبية الوسطى من الولايات المتحدة وخلفت ما لا يقل عن ستة اشخاص قتلى واعلن مكتب الارصاد الجوي القومي الامريكي ان ولايتي كونتاكي وانديانا ارتجتا بعواصف قوية وزخات من البرد وذكرت انباء ان بلدة صغيرة في انديانا وهي ماريس فيل قد اختفت تماما وفي مناطق اخرى سويت بالارض بيوت ومنازل بينما هشمت سيارات واقتلعت اشجار وفي وقت سابق من يوم امس ضربت اعصارات تينيسي والاباما وحذرت ارصاد الجو من احتمال تعرض المناطق لمزيد من العواصف الاعصارات والرياح العاتية والبرد الثقيل ضربت كلها القسم الجنوبي من الولايات المتحدة وتقول انباء ان حوالي ثلاثين اعصارا تسببت باضرار في خمس ولايات مما دعا لاعلان تحذيرات عاجلة ليحتمي الناس في هذه الولايات ويلوذ بمناطق اكثر امنا وتوقعت تقارير وردت لمكتب الارصاد الجوي الامريكي مزيدا من الاعصارات كما اصدر مكتب الارصاد تحذيرات بشأن عواصف عالية السرعة يتعين فيها على السكان الاحتماء بملاذات وعدم استخدام السيارات او الحافلات ولايات اخرى يحتمل ان تتعرض لطقس عاصف هي ميسي سبي واوهايو وجورجيا وايلونوي الاحوال الجوية الهائجة كانت قد ادت في بداية الاسبوع الى مقتل ثلاثة عشر شخصا حينما ضربت كل من ولاية ميزوري وكنسس والينوي وتنسي ذهر دراكي بي بي سي شكرا 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 شكرا